Liberty Air 2 Pro من شركة ساوند كور سماعات المفضلة من شركة انكر سلام عليكم معكم احمد بوعريكي تدرون ان انا اسوي فيديوهات باللغة العربية صار لي الحين خمس سنين تقريباً موجود في هذا المجال بس يمكن ما تدرون ان انا بنفس الوقت تقريباً بلشت قناة انجليزية وهجرتها صار لي خمس سنين تقريباً بس حابة ابلش ان انا ارجع هذا القناة وابتداء من اليوم ستقدر تشوف هذه المراجعة باللغة العربية وايضاً باللغة الانجليزية اذا كنت حاب وتقدر تتابع هذه القناة من خلال الرابط اللي ستكون موجود في صندوق الوص مشكورين دائم على الدعم ونبدأ الفيديو مع بعض يعطيكم الصح والعافية معكم احمد بوعريكي شلون احمد قاعد تقول ان سماعتك المفضلة من شركة انكر وهي اسمها ساوند كور اللي ما يدري شركة انكر متوسع بمجالات كثيرة ولها علامات تجارية خاصة فيها وساوند كور ستكون علامة تجارية خاصة بشركة انكر المتخصصة للصوتيات بشكل كبير ومن اسمهم Liberty Air 2 Pro هذا رح يكون اصدار الثاني من Liberty Air Pro اللي استعملتهم اصلا سنة اللي فاتت وكانت من سماعاتي المفضلة اذا ما شفت المراجعة عمالتها رح تكون موجودة في خانة الوصف فشين اليديد اللي رح يكون موجود بال Liberty Air 2 Pro هل يسوى انك انت تلتقي لهم اذا كان عندك اصدار الاولي ولا لا هذا اللي رح نعرف بها الفيديو فاول ميزة موجودة مع ساوند كور Liberty Air 2 Pro رح تكون شغلة تسميها Targeted Active Noise Cancellation شوني يعني؟ بكل بساطة سماعاتي التقليدية رح يعطونك خيارين يا Active Noise Cancellation يا Ambient Mode معناتها يا تعزلك الصوت والضوضاء يا انه هي تخليلك الضوضاء يدخل داخل اذنك اذا انت كنت بمكان تحتاج انك تسمع شنو دار مدارك بدون لا ترسخ السماعة هذا رح تعطيك ثلاث مطة النمط الثالث اليديدي رح يكون موجود عليها هني رح يكون شغلة بما يسمى بال Hybrid ANC معناتها اذا انت كنت في مكان في ضوضاء جدا عالي هي تلقائي رح تعدلك معيار ال Ambient عشان تقدر تسمع اللي حواليك وبنفس الوقت تعزلك الصوت والضوضاء بشكل مناسب داخل اذنك فهذه الحركة ممكن تغنيك عن صرفة انك لازم تفكر هلانا هني استعملها ب Ambient Mode هلانا استعملها هني ب Active Noise Cancellation Mode لا هي بروح تعيير لك على الأجواء اللي موجودة دار مدارك بسببت المايكات اللي موجودة هني عشان تعطيك أفضل وضعية ممكنة لم تستعملها تلاحظه بالك انت مو مجبور على هذا الشيء من خلال التطبيق اللي رح انتعمق فيه زيادة رح تقدر تختار انت اي وضعية تبي بشكل يدوي في حال اذا انت اصلا ما كنت تستعمل هذه الخاصية او انك انت تعتمد عليها وقدرت شركة انكر مع وقدرت شركة انكر مع ساند كور Liberty Air 2 Pro انه تهيب لك هذا المستوى من ال Ambient بسببت شغلة تسميها Pure Node Driver اللي رح ايكي بحجم 11 ميلي اللي يعطيك 10 طبقات من النانو اللي تدعم لك صلابة مطبعية عشان تعطيك ضوابط اكثر من ناحية جلتة الصوت وايكيد مرة ثانية ال Ambient وهذا كلها مرة ثانية ستقدر انك انت تتحكم فيه من خلال تطبيق Soundcore اللي يعطيك هذه الموزايا كلها واشياء اكثر من خلال ال Ambient Mode مثل ما قلنا ستقدر تختار انت ترانسبرنسي او Vocal فقط عشان تقدر تسمع انت الصوتيات او انك انت تضع نوز كانسلاشن بالكامل تعطيها ال Outdoor او ال Indoor او اذا تكت مثلا بالمواصلات او الطيارة وتقدر تسوي Customization او كيف ترتابع الصوت انه هو ينعزل كلها من خلال التطبيق او تقدر تضع انت الوضعية الطبيعية اللي هو يعطيك تلقائي ال Hybrid Active Noise Cancellation عشان نعيير لك اياه لان طبعا تقدر تعفو مستوى البطارية اللي راح يكون موجود انت عندك هنا وبنفس الوقت راح تقدر انك انت اتقايس التبس اللي راح تكون موجودة اللي على فكرة تأكد انك انت تفتح العلبة وتلقى Tip المناسب لان راح يعطونك خيارات جدا عديدة راح تكون موجودة هني فتأكد تلقى انت المقاس المناسب حقك التحكم اللي تقدر طبعا تسويه من ناحية الايماءات على كل اذن شنو تبيه اذ سماعة تسوي بحد ذاته ومنها هم المميزات اكيد هي تقنية ال Here ID من شركة Soundcore اللي هي تساعدك انك انت تضبط السماعة بالضبط على اذنك كتار العمر وغيرها وهي تضبط امورها من ناحية الديسبل علشان تعطيك افضل جودة ممكن انت تحصلها لما تي تبي تسمع ومن ناحية الايكولايزر تقدر تختار Custom النمط انك انت تعيير بالضبط شلون الصوت يطلع على سماعة وشنو مزاجك انت من ناحية الاغاني او تقدر تعتمد انت على default وهم بعد تقدر تختار الموسوع اللي موجودة هني حق نوع الاغاني اللي انت ممكن تسمعها انا على سبيل المثال احب الروك فاقدر احط الايكولايزر انه هو يشتغل بهذا الشكل وهم بعد اقدر اعيير على الايكولايزر اللي اهم احطيلي اياه بشكل بسيط في حال اذا انك انت بي اسوي شيء يكون Custom بشكل اكثر من خلال التطبيق طبعا تقدر انك انت تسوي تحديثات هوائية هم بعد حق السماعة كل بساطة لما تدخل على التطبيق ويكونه احطي عندك السماعة رح يقدر يعطيك هذه التحديثات بس هذا كله ما منه فايدة اذا سماعة ما كانت تدوم معك من ناحية الاستخدام فشلون عمر البطارية السماعات على كل شحنة دوران فل تعطيك سبع ساعات من ناحية الاستخدام فمعناها عندما تحطها انت بهذا الكيس رح تعطيك ستة وعشرين ساعة متواصلة في حال اذا الكيس كان مشحون فل طبعا يدعم لك اليو اس بي تايب سي وشي وارلس شارجنك رح تقدر تشحني انت بشكل لا سلكي والكيس اللي اعجبني اصلا من اصدار لولي هو صرفت ان شلون يتبطل كأنه سيارة باطمان باب ما لسيارة يتبطل بهذا الشكل فوايد استانست عليه وحس انه الكياب بشكل افضل طبعا رح يكون لونه مطفي ومميز مثل ما انتم شايفين هنا انا عندي لون الازرق وهم في منا اكيد الوان ثانية تطرق لها اخر شي بس وايد منماليستيك ومعندك الا زر واحد موجودة هنا حق الاقتران ويشتغل بشكل وايد مناسب احنا فعليا لاني مو قاعدة اسافر واروح وارد فما اقدر اقول لك كثير البطارية تمت معاي بس من انا حصلت السماعة شحنت الكيس مع سماعة شحنة واحدة دائمة فل وصالها الحين معاي انا فوق الشهر شهر ونص تقريبا ما اطريت لاشحنها الا بعد مرة فوايد زين البطارية الشي الثاني اللي هم بعد تحصل مع هذه السماعات ان اهوا قام يعطيك مكالمات بشكل افضل بسبة ست مكروفونات موجودة هنا عشان تعزلك الظوضاء اللي ممكن يزعجك وقت مكالمات الهاتفية ويشتغل بشكل مناسب تقدر تعتمد عليه حتى لو انت تستعمل مثلا سماعة واحدة ورح تلاقي ان الشخص انت قاعد تكلمه بالتريفون يسمعك بصوت نقي وواضح وصافي وبنفس الوقت يعزلك الظوضاء اللي ممكن يكون مزعج وقت المكالمات ومثل ما قلت لك يشتغل بشكل مناسب واخر شيء وهو اكيد الراحة اللي اخذتها بعين الاعتبار شركة انكر مثل ما قلت لكم انت اكيد انك انت تشوف بالعلبة التب اللي ممكن يناسبك لان راح يكون عندك انت خيارات وايدي كثيرة تقدر تستعملهم انا للامانة ما حب هذيله ادري انه هما يساعدون من ناحية العزل بس عادة السماعات اللي يكون فيها ربل نفس هذا ما يثبتون باذني بشكل وايدي كبير حتى لما اجرب التبس اللي تكون موجودة داخل فادري ان الناس وايدي تفضل انه سماعي يكون عليها الربل لانه يعطيهم عزل بشكل افضل وتثبت اذنهم بشكل احسن انا عادة ان افضل الشكل التقليدي بشكل وايد اكبر وهذا الشي فقدته لان اصدار الاولي كانت غريبة شلونيها تقعد داخل الاذن بس باذني كانت تقعد وما كانت تطيح نهائيا تثبت هذه للأسف طاحت من اذني يمكن كم مرة واتوقع بسبة السماعات اللي انا متعود عليها حتى لا يتبدل التبس اللي موجودة ما كانت تثبت باذني بشكل وايد وايدي كبير احمي المميزات الثانية اللي هنبعت رحت اعطيك ياه السماعة وهو الامكانية اللي تقدر تستعملها كستيريو او مانو مود وهذا شي ممتاز حق الناس اللي بس تريد تستعملهم مثلا حق المكالمات الصوتية رح يكون عندك سماعتين يستمرون معاك مدة طويلة لانه تقعد تستعمل سماعة واحدة كل وقت اكتف نويس كانسوليشن مثل ما قلت لكم 11 مم لدرايفر بلوتوث اصدار الخامس رح يدعم لك ياه و اي بي اكس فور من ناحية مقاومة الماي والتعرق لما تستعملها و مرة ثانية رح تدعم لك شحنة سريع من خلال منفذ التايب سي اللي رح يكون موجود على الكيس وأكيد الشحن اللاسلكي طبعا اكيد فيه هنبعد مغناطيس مثل ما تشايفين علشان يثبت لك السماعة بشكل وايد وايد سهل عجبوني سماعة الشي الوحيد اللي عتب عليه ان كنت اتمنى الشيبي القديم اللي كان موجود على الليبرتي اير برو اصدار الاول لانه كانت بالنسبالي يقعد باذني بشكل افضل بس هذي اتوقع رح تكون موجهة حق الناس اكبر لانه شكلها كسماعات تقليدي بذات مع الربل تيب اللي ممكن يكون موجود راحة اضافية حقك بذات اذا كنت بتستعملها انت حق الركض او الجري او حق الرياضة بشكل عام احنا السماعات صلى الله فترة متوفرة بالاسواق انا بس خذالي يعني ان شاء الله ما اخذ شهر ونص عشان تسوي فريفيو حق سماعي يا احمد بس على العموم راح يكونون متوفرين بالرابط اللي موجود تحتها اذا انت كنت حاب تشتري هذي السماعات قيمتهم راح يكون تغريبا 500 درهم ما يعادل ال 130 دولار امريكي فسعر مناسب حك شنو راح انت تتحصل هني احنا اللون الموجود معاي اللون الازرق بس تتوفر منها بعد لون اسود ولون ذهبي ولون ابيض فاربع لوان مع بعض وكلهم هكيد راح يكونون نفس السعير ما راح يفرق متوقع اتوقع بس فحاب اذكرك اذا انت كنت مشاهد ولست متابع يا ري تتشرفني وتضغط على الزر الاحمر وتفعل جرس التنبيهات عشان تكون من الاوائل يشوف الفيديوهات الهاية واذا اعجبك الفيديو لا تحرن من الدعم باللايك واذا ما اعجبك الفيديو من حقك تعطيه هذا الفيديو ديسلايك ولا تحرمنيها بعد من وجودك في التعليقات ودائما دائما مشكلين على الدعم وبس سبحانه على طالق سور سلامتكم تعيشون احمد بعركي فهم الله كريم